كيف شاهدنا البارح الاعتقال رئيس الويداد الريادي النصيري؟ كيف تشاهدون ما صير فريق الويداد من بعد هذا النبأ؟ أولاً هذا الخبرات للاعتقال رئيسنا للويداد الريادي جاءنا كفاجعة ولكن يبقى أمر عادي هذا ملف لمازال يكون فيه البحث وباقي التحاجة ونحن نتقل في القانون وفي القداء هذا ملف يتعلق بأمو الشخصية سي سعيد النصيري ماشي بنادي الويداد الريادي هذا مسألة مهم ما قسم فرقه فيما بينها أن الويداد تحاجم ما عنده علاقة بهذا ملف هذا مسائل خاصة ديال الرئيس والشي مش جديد عالمياً نرى كان مجموعة ديال الرئيساء اللي تتابعوا وتعتقلوا وتحاكموا نذكر مثلاً رئيس ديال أولمبيك مارسي اللي عنده لقب واحد ديال كأس فرق البطالة في فرنسا تعتقلتا هو وكين رئيس ديال بيلس كوني ديال ميلان كين رئيس ديال باير ميلان يختعتقلوا وتوزن حبس نحن سعيد النصيري دبارها في تحقيق وما زال نتسلنا واشو غادي يقول القداء هذا فعلاً في هذا الضرف يلي كتعيش الويداد كتعيش أزمة نتائج أزمة تسير هذا يكون مشكل كبير ولكن نحن عدنا سيقف العائلة نحن كمكونات ديال الويداد جميعاً الويداد عندهم كتب بغينا ولا كرهنا قانونيين الويداد عندهم كتب محطوط لدى السلطات هذوك الناس اللي في المكتب خصوا ميش جامع هم اللولين يشوفوا ش يمكن يديروا باش يدبروا هاد المرحلة هذي هناك انتدارات هناك ملفات ديال الاحكام اللي خسن خلصوها هناك مدرب جديد عندهم انتدارات باش ديال انتدابات عدنا مقابلات ثلاثة مؤجرين ديال الويداد الويداد باش ممكننا نرجعوه في البطولة اللي غلعبوا على هاد السنة بقوة باش نسترجعوا اللقاب اللي ضعنا السنة الفاريطة يجعموا هاد المكتب وشوفوا ش يمكن يقدروا يديروا الى بينهم على انهم هذي الملفات السعاب ويقدرواش على انهم اه يدبروها مدر نظر الصعوبة ديالها او للمشاكل يتقدر تطح لهم في تدبيه ديالها هناك مكوينة ديال الويداد وكيديروا لجنة مؤقتة لتدبير هاد المرحلة الى حين انهم هيئوا لجمع العام المقبيل باكين حديث على تدبير لجنة مؤقتة او ما يصطلح عليه بخلية ازمة كيفاش كتشوفوا تدبير الازمة في هاد المرحلة هذي لا انا كنقول لك الاصل قبل ما نضع لها تدبيه ديالها لان هناك مكتب قائم بذاته هناك مكتب مشا الرئيس كين نائب ديالو بمعنى اننا رمشي نديروا هاد المكتب هذي كين ديب يدبر هاد المرحلة ويخدم مش ما ندخلش واحد المتاهات كين مكتب قانوني هو ولي عنده الصلاحية القانونية انه يدبر مشا الرئيس كين نائب ديالو ولي يقع ولي يقوموا مقاما كين امين مال كين يكاسب العام كين اعضاء المستشعرين في المكتب هذي هذي يقوموا هذي المرحلة هذي حتى هذي الناس هذي انهم يبال لهم على انهم ما قدش انهم يدبروا هذي المرحلة كتنود مكونات الوداد بجميع الفصائي ديالها كينوذي المخارطين كينوذي الجمعيات كينوذي الولترا كينوذي المسيين السابقين كينوذي بعض اضاء المكتب وقد دي الواحد الخالية اللي كي يشتعموا فيها جميع الفعالية ديالويداد هي الي كتنبر هذي المرحلة المقبلة ولي غتطلب شوية ديال الصفار شوية ديالواق شوية ديالتضامون اللي المهم عندي انا ياه هو اننا مقبلنا على مقابلة غدا مقابلة اللاعبين خصهم انهم غدا يعطوا كل ما في جعبتهم بش يبينوا على ان اللعابة رامض سابقين بنادي الوداد الريادي عندهم عقل مع نادي الوداد الريادي مع سعيد النصري بمعنى ان الوداد كمؤسسة كفاريق كتاريخ خصي اللعابة غدا ينوضو ويلعبو والجمهور غاد يكون حاضر بقوة وكل شي غاجي يسعن باللعابة باش نحقون نتائج ايجابية لان هذا من الامور اللي غاد يتخلي على ان الوداد تقدر هذي المحطة هذي ديال الفراغ اللي غنعيشوا هذي في الايام ويفشوهو المقبلة النتائج رغا تساعدنا على اننا ان شاء الله نندزوا هذي المرحلة بنجاح